اشتركوا في القناة برحمة الله وبركاته السلام على الجميع اليوم نهار جديد وكيف لا ترى شميشة حارة والدنيا زوينا والفصل الربيعي والدنيا خضرة والله يجعلها بيما خضرة ويرفع لنا البلاء يا ربي امين ونرى الحباب والأصدقاء والخوت والأمهات والذي عنده شيء والله يحفظها ليه والذي ما عندهش الله يرحمها ويرحم جميع موتنا ويرحم الأب ديالي فضنهار يا ربي امين نها نزلت البنات الجردة بغيت ناخد شوية القصبر المعدنوس وغدا نشرف اليوم معاكم واحد الوصفة لقد جزوينا ديال البادينجال خليكم معايا حتى الاخير يواحنا في الجردة اه جلبانه هالفول فول فوق شو تبارك الله جلبانه كيف عاملة تبارك الله وصلاعين بعلم الزيناتها كان هذا القصبر همايا ولكن هذا عسلج ما بقاش فيه بزه ما انا الصراحة غدا نلقطغي هادو هادو اللي في الجنيبات هنا شفتو هادو اللي طالعين تكونوا افتيين وزوينين هادو خليناهم البنة الزريعة هادو 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 ذم نزركه مره اخرى هاد أ所以 هادا يعني يعني يقدرها بطريقة صحية. عندي هنا المعدنوس ولكن لا يوجد بكمية كثيرة. سوف نزيد غير شوية من قصبر وصافي. هذا ما كان. ها هو هنا المعدنوس. ناخد من هنا عاودة شوية. ناكل كل بلاسة كنا نلقت منها شي حاجة. الصراحة ما كان محسن من الحاجة تكون يعني طبيعية وتكون مغروسة في المنزيل. الوقت اللي كتبغيها. كتمشي. وتاخدها. عارف راسك اشنو بالنسبة للطبق المرافق اللي سوف نرافقه مع البدنجان. عندي هنا يدجاج. كيف ما كتشوفو هنا. سنطيبه مع التوابل دياله ومع البصل. بطبيعة الحال. سنقطعها القصبر والمعدنوس. نقطعه رقيق. ومن بعد سوف نعمل معكم الحشو ديال البدنجان. بالنسبة للنزال البنات. عندي هنا نوعين من البدنجان. عندي بكمية كثيرة ما شاء الله. بالحق انا سوف نعمل معكم من هنسومة. عندي كمية كثيرة. وعندي نوعين البدنجان. عندي هذا النوع هذا الطويل. وعندي هذا النوع هذا. كيف ما كتشوفو. انا غدا نعمل هغا هاد النوع فقط. هذا اللي سيكون قصير. ودنجال الاخر غدا نخليه ان شاء الله. باش نعمل به. نعمل بادي نجال مخلل. الصراحة كنحسافظو به مدة طويلة. نكمل البنات قطاع ديال الربيح. وانا معكم خليكم حتى تتمت الفيديو. من بعد ما قطعت قصبر امع بنوس. غدا نخليه قليل باش نضيفه التجاج. والكيمية المتبقية. غدا نضيفها هنا. وغدا نضيف هنا عندي لنا الملح. والفلفل الأسود. بالنسبة للنجال. من بعد ما اغسلته الطبيعة الحد. غدا نحيط لها هذا الرؤوس. بالصراحة طريقة ديال الدنجال. طريقة زوينة. يعني تقدر يتاكل الدنجال. كان نفلحوها كبس كيل. ومتى تنزلوش حتى الاسفل البنات. هي فقط تخليو هنا واحد جز سنتيم. وتعملو. نفس الطريقة هكذا. الدنجالة الاخرى تهي نفس الطريقة. نحيدو الدنجالة من التحت. هاد الرويز التحتاني. معها التوابل اللي عملت هنا الفلفل الأسود والملحة. غدا نعمل الفلفل حمرة. وغدا نعمل. خرقوم البلدي. وغدا نضيف الزيت. غدا نضيف الزيت. غدا نضيف الزيت البلدية البنية. هاد الخلطة كتجي رائعة. ولديدة. نبقى ننخلط الحشو. نخلط هاد الاتخالة كلي عندي. وغدا نملأ به الدنجالة. طريقة الملأة. في حل ما هاكذا. كتفتحوا. من جهتين. وتحاولوا تعمروها بالقصبر. وبهذا الطريقة. غدا نملأ الدنجالة الاخرى. الزيت. غدا ناخدوا حد الكسر هنا. وهذا نوضع. نحاول نخلي الدنجال هاكا واقف. باش ما ينزيش لي الخلطة اللي ملأت به هاد الدنجال. هي به هاد طريقة فقط. من الاحسن يعني تاخدوا ايناء في حل ما هاكا يكون يعني مزاحم يعني تزاحموها. باش ما يخرش لكم الحشو وينزيلكم في القاعة ديال الكسر. غدا نرش واحد الرشة خفيفة على سطح الدنجال. باش يطيب معايا الدنجال ويجي المضاق ديال والديد. غدا نضيف عليه واحد لفأس صغير ماء. وتقريبا نجوجه مع الاقبار ديال الزيت المائدة. وغدا نغطي عليه بواحد الغيطة ونخليه يطيب بدون خروج البخار. حيث مني غدا يطيب البنات غدا نتعرفوا بان رغا تشوفوا دنجال راه نزل ما بقاش هكا هاد العلو. ده با غدا نحطر معاكم البنات الشاش. كيف تديروا الزيت الكافي اللي غدا يطيب ليكم. موسيقى موسيقى ما عندي الزيتون بطبيق الحال. هندي جوجر دروس ديال الزيتون. غدا نحكم هاد جوجر دروس ديال. هنخلي حسي. بدون اضافة ماء. يعني غير هادوك التوابل اللي عملت معاكم. الفلفل اسود. والزل جبيل. كركم. والملح فقط. قدرت شوي ديال القوزة. نسيت سمحوا لي نسيت مذكر شليكم يعني شنو التوابل اللي عملت. والبصل. والتوم. هنبقى نحرك في غيب هالطريقة. والنار رهم هي للبنات يعني عنا نار خفيفة. هاي قنغطي عليه. من بعد ما تقللي تجاج غدا نضيفقي هاد الكأس صغير ديال الماء. وغدا نقطع لي. ونخلي حتى يكتم بالطياب. هنالبنات غدا نحطر معاكم السفرجة. من بعد ما قطعته على اربع قطع. وحيت منو. اه ديال العظام اللي تيكون هنا. هنبقى غدا نوضعه مباشرة. وغدا نضيف عليه القليل ملح طعام. وغدا نضيف عليه شوية القرفة. غدا نقسلو البنات. مباشرة يعني ما كان سلطوش. مباشرة يا طيب بصليق بالتعسل. دقة واحدة البنات. بالنسبة للسكار. هاد نضيف اه. تم ما كتعرفوا يعني السفرج التي يكون محمض. هاد ندير تقريبا نجمع الكبار ديال السكار. وبالنسبة الماء. هاد نضيف تقريبا نصف كأس ماء فقط. غدا نغطي عليه. ونخليه طيب. هنا كيفما كتشوفو دجاجه هو طيب. ان شاء الله. طلع منه واحدة رائحة رائعة. هنا برض واحد الحرار. وهذا البنات السفرج اللي بتلكم يعني الطريقة كيف يشغلنا. الدنجال كيفما كتشوفو هوا بدك يدخلي طياب دياله. انا ضبط لي واحد ديالكس اخر ديال الماء. ونخليه طيب على نار مهلة. من بعد ما طربت معي الدجاج. هاد نضيف شوية الزبيب. انتم عاربين ان البصلة كتوتا مع الزبيب. باكير طابعة الحال من بعد ما غسلته. نسيت ما ضفت واحد الاضافة البناتة له هي القرفة. اللي هاد نضيفها في الاخر. كان اللي نضيفها في الاول من معلش. هاد ننخليكم درايا حتى تسمت الفيديو ان شاء الله. مني هاد يوجد معايا الطابعة. هنا ضفت واحد الاضافة وهي الخركم بلدي يعني الكركم. و هاد نخليه سفرجل يكسام الطياب دياله. سفرجل من بعد ما تحسل. صراحة جزوين كيفما كتشوفو. محمر من الجهتين. و هاد نزين بيه الطبق ديال الدجاج. الطبق هوا واجد معنا. كنت مني يعجلكم الفيديو. بتعملوا اشتراك لي. ما زال ما مشتاركش في القناة بتفعيل جرس. حتى يصلكم كل جديد. وللايك والبرتاج مع العائلة. والحباب. والأصدقاء. و نخليكم مع النتيجة النهائية ديال الطبق اليوم. هو هاد البنات. الدجاج. بالزبيب والبصل. الصراحة جرائع. والديد ما نقول لكم عن الماداق دياله. و حضرت هنا البادنجان بهذا الطريقة. كنت مني تعجبكم الليبنات وتعملوها. و سلام عليكم حتى نطلقوا ان شاء الله في وصفة جديدة من الوصفات الخالية من الفلوتان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.